سيدة وسادة نحن في المؤتمر الدولي بالسكان والصحة والتنمية الذي يعقد فيه العاصمة الإدارية هذا المؤتمر الذي يقام بعد 29 عاما من مؤتمر السكان الدولي الذي عقد فيه القاهرة هذا المؤتمر فيه الحضور من الكثير من دول العالم وتدول على مدار أربعة أيام الكثير من الجلسات ليعرض رؤية نصر واستراتيجيتها الصحية فيما هو قادم من أيام هذا المؤتمر يعقد تحت رعاية وتشرفه بالفضور سيدة رئيس عبد المتاح السيسي الذي أكد على أن الزيادة السكانية هي التي تستنزل موارد التنمية وتؤثر وتعيط كثير من كتوات التنمية لذا يجب أن يكون لدينا استراتيجية واضحة قابلة لتقديق فيما يخص الصحة وفيما يخص السكان المصري المجلس القومي السكان من رعاية السيدة الوليس بأن يكون تحت رئاسة المجلس الوزراء وغيره من الرقاط التي تحدث سيدة رئيس عنها بالأمس وفي خاصة بأن الهدف أن يكون لدينا مختمر سنويا للصحة في مصر بهذه الشركات بتلك الجلسات بعرض الرؤى والأطرقات لكي يكون لنا نظام صحيح مستدام فيه التطبيق الصحية الشاملة وفيه طرفين صحيح يرتقي إلى متطلبات وإلى حاجة كل المسليين محتمى أقرد الصدور في المدى الـ 18 لأن يكون لدينا نظام تأمين صحيح شامل وأن يكون لدينا تغذية صحية شاملة وأن يكون لدينا رضاء للمنتقلين والمتعاملين مع التأمين الصحيح المؤتمر الدولي المصري في السكة والسكاة والتنمية فيه جلساته المستمرة من الخامس وحتى الثاني من سبتمدر الجاري وهو معلق كثير من الوقفات التأمين